حول هذا الموضوع معنا الصحفي المطلع على آخر التطورات في مخيم الركبان من باريس عمر البنية معنا مرحبا بك سيد عمر دائما ما هي آخر التطورات في مخيم الركبان قبل الحديث عن انتهاكات فصائل هناك دعنا نتحدث عن وضع الأطفال والوضع الصحي داخل المخيم خصوصا مع موجة الحر الشديد لا يزال الوضع سيء جدا داخل مخيم الركبان وللأسف الشديد هناك ارتفاع بالدرجات الحرارة داخل مخيم الركبان من ما أدى إلى الثابة العديد من الأطفال بضعبات الشمس والكثير من الأطفال اليوم هم بوضع سيء جدا ويراثق ذلك نقص شديد في مياه الشرب ولا توجد أي مياه الشرب في مخيم الركبان ومعروف ما هو الوضع الصحي في مخيم الركبان حيث لا يوجد أي خدمات طبية داخل مخيم الركبان ولا يتم نقل أي أطفال من مخيم الركبان ولا تزهل منظمة اليوم تتجاهل جميع المناجدات بخصوص موضوع الأطفال في مخيم الركبان نعم ما تفاصيل قصة أن جيش أحرار العشائر أطلق النار على أحد النازحين في المخيم ما أدى إلى وفاته على الفور تماما كنا نحن ذكرنا خلال المقابلات السابقة نقص المياه في مخيم الركبان وذكرنا أن النقطة الغربية هي يوجد فيها مياه شحيحة ومن يسيطر على هذه النقطة هم فصيل جيش أحرار العشائر واليوم أحد النازحين في المخيم الركبان توجه لأجل أن يجب الماء لأسرته لكن قام جيش أحرار العشائر وهو يتحكم بهذه النقطة بإطلاق النار على هذا الشخص من ما أدى إلى وفاة هذا الشخص وفي حادثة غريبة وفريدة من نوعها واليوم حيث أن حالات إطلاق النار تتكرر على المدنيين في مخيم الركبان وهذه ليست أول حالة يتم فيها إطلاق النار على المدنيين هناك أكثر من ضحية ساعتون برصاص جيش أحرار العشائر وهنا بدورنا نتوجه إلى وزارة الداخلية الأردنية وإلى السيد وزير العدل في الأردن وإلى الديوان الملكي في الأردن نطالبهم الآن بإصدار مذكر التوقيف بحق قائد ميليشيا جيش أحرار العشائر المدعورة كان مخزير ونطالب التحقيق لما يحدث بحق اللاجئين في مخيم الركبان كذلك نتوجه ببلاغ إلى كافة المنظمات المعنية في الشأن الإنساني والمنظمات الحقوقية وكذلك لمحكمة الجناية الدولية نطالبهم بالتحقيق لما يحدث في مخيم الركبان اليوم الرصاص يطلق على اللاجئين في مخيم الركبان اليوم هذه الميليشيات تقتل اللاجئين في مخيم رقبان اليوم من السيد رئيس الإلتراب التدخل وتشكيل لجل التحقيق لما يحدث في مخيم رقبان هذه جريمة بحق اللاجئين في مخيم رقبان ومن يتحمل مسؤوليت هذه الجريمة هم ميليشيات راكاند تضير أجل ميليشيات راكاند تضير هؤلاء هم ميليشيات تقوم بأفعالها ذات الأفعال على كل حال الأمور داخل مخيم رقبان هي دائما ليست في وضوح تام يعني هذا يجب التنويه إليه شكرا جزيلا لك عمر البنية الصحفي المطلع داخل على آخر التطورات في مخيم الركبان كنت معنا من باريس شكرا لك